قبل ما نبتزي حلقتنا معاكم النهاردة تعالوا نتعرف مع بعض على الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة وهو خبر مهم جدا والخبر بيقول انه فيه اعلان عن ادارة سفينة لوجا صحاب وطبعا هي سفينة عائمة معروفة جدا باكبر مكتبة عائمة في العالم زيارتها المصر هتكون في شهر يناير والمقرر انه تقف السفينة في مينا بورسعيد وده هيكون من يوم 4 يناير والحد يوم 23 يناير ان شاء الله وده بتعتبر اول زيارة للسفينة لمصر من عام 2010 بتتوصف لوجا صحاب كاكبر مكتبة عائمة في العالم كله فيها عدد كبير جدا من الكتب والكتب اللي موجودة فيها متخصصة في موضوعات كتيرة جدا وموضوعات مختلفة العلوم الرياضة الهوايات الطبخ السنون الطب المعاجم اللغات الفلسفة جميع انواع الكتب وده طبعا بيعتبر واحد من اهم الاحداث الثقافية اللي مهتمين بيها علشان نقدر نقولها لحضراتكم وطبعا كله عشاء القراية والكتب اكيد مهتمين بالخبر ده